استقبلت أقوات المسلحة الأبطالة الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية فور عودتهم إلى أرض الوطن حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة لقوات المسلحة وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت في سربيا حيث نجحت اللاعب سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية في حصد الميداليا الفضية في البطولة وتعتبر بذلك أول لاعب عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية في بطولة العالم للمصارعة وذلك بعدما قدمت أداء مميزا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير ويعد ذلك الإنجاز نتاجا لجهود جهاز الرياضة لقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبنائه لرفع عالم مصر عاليا خفقا ترجمة نانسي قنقر